مختلفة في النادي الاهلي خلال الفترة القادم ألاك الكلمة دكتور شريف شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعيد نجم قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا وموصول لحضراتكم إطلالة هي الأولى من داخل استوديوهات قناة النادي الاهلي في شكلها الجديد في ثوبها الجديد ومن خلال برنامج الاهلي الليلة هنحل ضيوف على حضراتكم من آن لآخر علشان نناقش دستور الاهلي دستور الاهلي هو الليحة الليحة النظام الأساسي اللي الحقيقة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة انتهت من إعدادها وطرحت مسودتها أو مشروع اللائحة للنقاش والحوار المجتمعي ليتفضل السادة أعضاء الجميع العمومية بالاضطراع عليها وبالنقاش حولها وأيضا عرض مقترحتهم بشأن بنود ومواد هذه اللائحة اللي بتزيد عن 120 بند الحقيقة أو مادة هذا الدستور وهذه اللائحة بتأتي اتساقا وتناغما مع قانون الرياضة الجديد اللائحة الحقيقة بذل فيها جهد كبير جدا من قبل لجنة الأعداد اللي كان بيتولاها القامة القانونية الأهلوية الكبيرة المستشار محمود فهبي وكان بيشارك من آخر مع اللجنة الكابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حتى انتهت المسودة أو المشروع وطرح للنقاش أصبح متوفر على كل المواقع الإلكترونية في كتيبات توزعت على السادة الأعضاء الرائع الحقيقة أن الأعضاء تقدموا بمقترحات عدة حول بعض بنود هذه اللائحة الأروع أن اللجنة المركزية لإعداد اللائحة استجابت لكتير من هذه المقترحات وعرضتها على مجلس الإدارة اللي وافق على ستة منها في اجتماعه الأخير المعقد يوم الاثنين الماضي الحقيقة أنه عندنا مهمة كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء الجميع العمومية أعضاء الجميع العمومية النادي الأهلي اللي دايما بيدربوا المثل والقدوة في الحفاظ على ناديهم يمثلوا محاق الصد المتين تجاه النادي الحفاظ على حقوقه خاصة أنه فكرة طرح الليحة للمناقشة ربما هي المرة الأولى اللي بيقدم عليها نادي في مصر مع كل التقدير للأندية اللوايح طرحت للتصويت مباشرة لكن النادي الأهلي لأنه نادي الأهلي هو قطرة الرياضة في مصر وبيقدم المثل والقدوة حريص على صنع لائحة تليق باسم نادي القرن يشارك فيها أبنائه يشارك في صنعها أبنائه وبالتالي هذه اللائحة تأتي فنية متسقة مع قانون الرياضة ومع الدستور لكن بنكهة النادي الأهلي طيب إيه المطلوب مننا؟ عندنا يوم 28 سبتمبر الحقيقة التصويت على هذه اللائحة ما زال باب الاقتراحات مفتوح حتى يوم 9 تسعة ثم ستعمل لجنة الصياغة على الشكل النهائي لهذه اللائحة قبل أن تعرض مرة أخرى على الأعضاء للتصويت عليها يوم الجمعة 28 سبتمبر وزي ما الأهلوية حقيقة زحفوا صوبة معقل النادي الأهلي في الجزيرة في 30 نوفمبر 2017 للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة بجماعة عمومية هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي اقتربت من 40 ألف نحن متوقعين إن شاء الله أن يكون في إقبال أيضا كبير من أبناء النادي الأهلي على هذه اللائحة ليصنع أو لتصنع عائلة الأهلي أعضاء وجمهوره دستور على جديد للنادي الأهلي زي ما كان عنده دستور غير مكتوب طوال 111 سنة يكون عنده أيضا دستور لكن هذه المرة مكتوب من خلال لايحة النظام الأساسي قررنا خلال هذا البرنامج المهم ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي الحقيقة بشكر زملائي فيها وبشكر الزميلة عزيز الكاتب الصحفي الأستاذ خالد توحيد وزملائه على هذه الروح اللي بيبثوها والالتزام بالمهنية والموضوعية هنطلع على حضرتكم من آخر نناقش بعض بنود هذه اللائحة الاستراتيجية العامة إيه المطلوب مننا إيه لمجلس الإدارة عمله إحنا كأعضاء جمعية عممية مطلوب مننا إيه طب الجمهور لي دور صحيح ما ليش دور في التصويت لكن ليه دور هنتعرف عليه من خلال حوارات اللي هتدور على قناة النادي الأهلي وأيضا من خلال بعض الأسئلة اللي هترحى على ضووفي الكرام واللي هنبدأ النهاردة بضيف مهم وواحد الحقيقة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والأهلوية اللي بينتموا لي بكل حب وعشق هو السيد الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة لسمحولي أرحب به في بداية هذا اللقاء ورحب بحضك أستاذ طارق أهلا وسلم أهلا وسلم وأشكرك على تلبية الدعوة يعني كلمناك النهاردة ظهرا لكن يعني دايما أبناء الأهلي فيه سرعة استجابة الحقيقة يعني لأنه فكرة أن يكون السادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلين معانا يطلعوا يخطبوا جمهور النادي الأهلي وأعضاءه وأعضاء الجميع العمومية عشان يشرحوا لنا أهمية وجود ليحة للنادي الأهلي ده شيء محمود أنا بشكر حضرتك علي شكرا جزيلا شكرا سيد شريف وطبعا بشرب بوجوده في قناة الأهلي وبشرب بالسادة المشاهدين وتحت أمر حضرتك أشكرك خلينا أسألك في البداية النادي الأهلي يعمل طبقا لللايحة الاسترشادية لوضعتها لجنة الأولينقية وتمت الانتخابات على أساسها ليه مجلس الإدارة حريص على إعداد ليحة للنظام الأساسي للنادي الأهلي تصوت عليها جمعياته الأممية ليه إحنا حريصين على وضع ليحة أهمية اللايحة أهمية اللايحة الأول هكلم حياك على الوعد اللي إحنا قلناها عشان كده حريصين نحاس سنة دي بالذات إن شاء الله يكون موجود اللايحة طليق بالنادي الأهلي إحنا في البرنامج الانتخابي أيام الأهلي كنا بنتكلم على ضرورة إن شاء الله أن أول سنة نكون انتهينا من إعداد اللايحة مكان اللايحة الاسترشادية اللايحة طليق بالنادي الأهلي وعندنا فكرة برضو أن الجماعة أو الجماعة أو مية تنعقد في الدورة الانتخابية بتاعتنا اللي هي في الـ 28 إن شاء الله إنها لا يسح إنها تقام على لايحة غير لايحة النادي الآن إنها تكون الليحة انتهين منها اللي وايح نفسها هكعرف إن الليحة هي حاجة مؤسسية طاليق لازم تكون بتلبي رغبات أعضاء الجمعية العمومية وما تكونش خارجة عن المشروعية تكون في إطار القانون اللي هو قانون الرياضة القانون طبعا بيكون في إطار الدستور والليحة تكون في إطار القانون إحنا ظلنا فترة كبيرة في إطار القانون الأديم اللي هو قانون رقم 77 اللي سنة 75 القانون ده ما كانش فيه سسم الرياضي القانون ده كان في ظل الهوية قبل ما الرياضة تبقى صناعة يعني مليارات على مستوى العالم كله أحد الصناعات المهمة في العالم فعلى مدار السنين إحنا كنا نشتغل القرياضة في مصر بلوائح كتبتوضع من قبل الوزير المختص للرياضة في مصر النادي الأهلي كان سبقته لعمره يمكن من حقبة الثمانيات والتسعينيات والنادي عنده إصرار أنه هو من خلال مجلس إدارته أنه هو يكون فيه ليحة طليق بالنادي الأهلي تكون موجودة أتذكر أنه هو في أيام مجلس كابتن حسن حمدي وكان كابتن محمول خطيب أنه في جماعة يوميا عقدت لإقرار مشروع لايحة وبرضه لم يكتب لها الاعتماد من الجهة الإدارية حتى مشروع لايحة ده أنا فاكره قاس جدا كان فيه باب عن الاستثمار في الرياضة وكان مكتوب على استحياء لأن القانون نفسه ما كانش فيه بنود الاستثمار الرياضي كانش فيه باب الاستثمار الرياضي كان فيه استشراف لأفاق المستقبل لأن الأهلي كان سابي وكان عنده رؤية لفكرة الاستثمار وإنشاء الشركات بالضبط وكان فيه بند كامل كده بيكلم على الاستثمار الرياضي وكان فيه وجهة نظر فيها كمان إنها لا صحة خلاص دور الدولة كعب على الدولة الأندية ما ينفعش إنها تبقى عب عليه مالي فلازم يكون الأندية لها مواردها الموارد التقليدية طول أمرها هي الاشتراكات وخلافه موارد تقليدية لكن موارد مبتكرة أو استثمرات للأنديات خليها تقدر تجيب تدر عائد مرتفع عائد محقول إن هو يتقدر تسرب به على خدماتها وألعابها وتنهض بكل الرياضة الموجودة فيها فالنادي الأهلي نتفق الأول النادي الأهلي سبق من فترة كبيرة جدا وهو عنده الرياضة في الحتة دي وإن هو مصر إن يكون حتى في ظل القانون الأديم إن يكون موجود فيه لائحة طليق بالنادي الأهلي مجلس مهانس محمود طاهر مشكورا برضو اكتهد وعمل لائحة ولم يكتب لها الاعتماد من الجهة الإدارية فده الحلم اللي إحنا كأهلوية بأن زمن عايزينه مفهوم الله حضرتك عشان المشاهدين وجمهور النادي الأهلي وأعضاوي بيأتي اتساقا مع حاجتين مهمين أولا الوعد اللي قطع على نفسه الكابت المحمود الخطيب وقائمة الانتخابية في برنامج عائلة الأهلي إنه في غضون سنة هيكون عندنا لائحة خاصة بالنادي الأهلي ولا نحكم بلاحة الاسترشدية رقم اتنين إنه القانون بينص إنه كل نادي يعد لائحاته والحاجة المهمة جدا بقى كمان إن كل الاكتهدات السابقة والاكتهدات الحالية هو المطلوب منها في اللايحة دي إنه نوصل لتعظيم دور الجمعية العمومية الجمعية العمومية يعني هستعيد تعبير الفقاء القانوني في الجزئية دي إن هي السلطة المؤسسة بيتبع آراءها سلطات مؤسسة فهي السلطة المؤسسة أصلا لكل حاجة هي صاحبة الحق الأصيل فالهدف كله من مشروع اللايحة هو كده إعلاء وتعظيم دور الجمعية العمومية واستقلالها والرجوع الحق الأصيل لأصحابه اللي حصل أول ما بدأنا في القصة دي مجلس الإدارة كلف لجنة إنها تقوم بإعداد مشروع اللايحة تم على رأسها سيد المسشار محمود فهمي وهو قام معروفة قانونية وله خبرات عريضة زي إنه كان عيده مجلس دارة النادي الأهلي على مدار عدة دورات صحيح قامت اللجنة دي بقياتة المسشار محمود فهمي بجهد جميل جدا وجهد رفيع في إطار مشروع مشروع له يؤخذ منه ويرد على أساس يخدم لمجلس الإدارة مجلس الإدارة بالتالي رد الحق إلى صاحب الحق الأصيل الجمعية العمومية عمالتا خارجة الطريق غير مسبوقة في تاريخ الأندية المصرية ما حصلتش في جمعية العمومية في الأندية المصرية في اعتماد ليحة إن نطلع بمشروع نرد المشروع على جموع الأعضاء الجمعية العمومية وجمهير النادي الأهلي ومتاح للعامة والنقاد والمفكرين لأن النادي الأهلي ما بيخصش النادي الأهلي الوحده النادي الأهلي ده أحد القلعة الرياضية أهم قلعة الرياضية موجودة في الوطن العربي النادي الأهلي له الرياضة النادي الأهلي لما بيعمل حاجة لا المفروض عليه عبء ده تكليف عليه عبء وطني لأنه بيتلوه ده قدر وفنده قدر وبيتلوه مباشرة أن الأندية بتحز وحز و هو ده النديل أهلي وعليه العبء ده فلازم يعمل حاجة طليق به وطليق بالرياضة المصرية وحاجة محترمة فبالتالي وضعنا خارطة الطريقة أن يبدأ المشروع يرجع للجنة ومجلس الإدارة نبدأ نرده على المجموع أعضاء جماعة عمية والمفكرين والعامة كلها نشر على كل المواقع على الصفحات التواصل الاجتماعي الناس تدلي بأراها لدرجة أن مجلس الإدارة رغبة منه في أنه يكون فيه فرصة لأعضاء الجماعة العمومية ولكل حقيقة أطياف المجتمع على حالك تكلمت عنهم يدلوا بدلوهم في هذا الأمر طرح الليحة أو مشروع الليحة للمناقشة سريعا دون أن يكون هناك عملية تدقيق لغوي وضبط للسياغة أسازن حضرتك أننا أشارنا لكده البعض كان يعني بيرى فيه أنه هذا ربما قصور أو بينتقد لكن كان فيه إصرار من المجلس أنه يترحى بحالتها كده إصرار والحاجة الثانية إحنا قلنا الكلام ده وأعلنناه في خارج الطريق أنه لسه فيه لجان سياغة وفيه وفيه حاجات فيه مراحل كتير بس لازم نحن ندي الوقت الكافي لأعضاء الجمعية يوميا أنه هم يقدموا اقتراحاتهم ويبصوا على البنودي فبدأنا طرحنا الكلام ده وأعلننا عن موقع الإيميل اللي هتلقى الاقتراحات حاجات كتيرة أو سواء توزعت مكتوبة ومطبوعة وعلى كل المواقع تلقينا الاقتراحات جوه النادي أول حيث أكتر من كده إحنا في المراحل الفترات اللي يامس الماضية حتى الاقتراحات الاجتهادات اللي بتيجي لأعضاء مجلس دارة من خلال يعني بعض الناس ما بيبعدش على الإيميل أو غيره بيبعد اقتراحات بيقابلك على بنستقبلها عملنا لجنة مخصوصة قريب للحاجات دي اللي هي تتلقى الاقتراحات اللي مش جاية كمان من خلال الموقع أو الميل أو خلافة يعني ما فيش رغبة من مجلس الإدارة إنه صنع هذه اللائحة ودفع بيها إلى الأعضاء وتفضلوا صوتوا عليها هي ده المشروع اللي احنا عايزين نمره لا فيه رغبة مجلس رغبة مجلس زراء وتعظيم دور الجمعية العمية لا إصرارة على المشاركة طبعا طبعا أنا بتكلم عن المحتوى عن المضمون يعني المجلس الإدارة ليس له مصلحة في إنه نصوص ما يتم تمريرها أو اعتمادها المجلس الإدارة بيعطي الحق لأصحاب زراء اعتفضلت إنه الجمعية العمية هي اللي تصنع معهم وتكون شريكة في صنع مجلس الإدارة كعهد جميع مجالس إدارات النادي الأهلي على مدار تاريخهم المصلحة الوحيدة هي الجمعية العممية عظيم وجل وقت والتوقيت اللي هي فرصة لنا إن أنت لإعلاء وتعظيم دور الجمعية العممية القانون القديم كان لا أسمح ليك بك إذا جلنا القانون هدية إن الجمعية العممية اللي إحنا كنا بنكافح عليه من زمان جلنا دلوقتي فبالعكس هي فرصة ذهبية إن إحنا نفرح بيها إن إحنا نعمل لائحة طاليق بالنادي الأهلي والحقيقة المجلس إدارة هو تعظيم دور الجمعية العمية وإن يكون فيه لائحة طاليق بالنادي الأهلي تبقى لكل الأجيال التالية والحاجة اللي برضو معلش حسي الشريف لا لا أنا مش عايز أقطى حضراتك بس حضراتك سعيد بالتفاعل ومشاركة الأعضاء ومقترحات على اللجنة السريف مئات الاختراحات جات على فكرة حتى مش عايز أقول اختلافات عندنا في النادي الأهلي مش عايز أسمي اختلافات هي في رؤية تباين في وجهة النظر اللي هي بيطلع عنها في الآخر منتج صح يليق بالنادي الأهلي فجلنا مئات الاختراحات حاجات كتيرة جدا بالعكس إحنا بنتابع ما يكتبه النقاط يعني النقاط مهما اختلفت ميولهم ميولهم الكرائوية يعني سواء أنديت أهل أو زمالك أو خلالهم كل الاحترام كل ما يكتب تم متابعته وخلينا لجان أحدى مخصوص تابع الكلام داخل الفترة اللي فاتت مئات الاختراحات اللي جات لنا دي حاجة طبعا أسعدتنا أسعدنا للتفاعل اللي موجود لأن في النهاية ما يهمنا هو النادي الأهلي طبعا والحاجة التانية أن دي إن شاء الله تبشر أن في جمعية عمومية حطليق بالنادي الأهلي لإقرار الليحة دي وحتى اللي له اعتراض له كل يعني بعد ما تطلع في صيغاتها النائية بعد كل التعديلات والصياغة وكلام ده المعترض له كل الاحترام بس رجاء منه يشارك دوقتي عنده فرصة للإدلاق برأيه في الحق يوظف الحق اللي هو الدهول والقانون واللي احنا حارسين أن هو يرجع الحق زي ما قلت حيك عايزين الحق يرجع لصاحبه والجمعية العمومية للنادي الأهلي وهزيد لحظتك ووارد جدا بعد ما ننخلص كل البنود والاقتراحات والصياغة أنه منكم في الواقع العملي يطلع بندة أو بندين يمكنكم ما توافقوش مع الواقع العملي موجود جوه الليحة برضو آليات تفعيل أن أنت تقدر بعد كده تعديل فوق الاحق من خلال الجمعية العمومية آليات التعديل موجودة طب لو حضرتك لو القانون نفسه غير لو القانون نفسه قانون رياضة حصل فيه بعض التعديلات هيطلوها وقتها أنك لازم تعدل في لايحتك لتتواكب مع القانون نفس الحكاية موجود جوه الليحة الكلام ده آليات تعديلها فالمصلحة هو النادي الأهلي كعهد كل أبناء النادي الأهلي طيب إن شاء الله والتعديلات لغاية 9 9 مفتوحة للجميع واللجنة بتمارس عملها ليل ونهار عشان يعني إحنا وصلنا خلال الأيام الفاتو فيه ست تعديلات أقرت من مجلس الإدارة وفيه لسه عندنا يوم السبت فيه حاجات كتيرة لجنة شغالة باستمرار خلينا أقف مع حضرتك في النقطة دي يعني مجلس الإدارة أقر إجراء تعديلات على ست مواد تمام ده مزولا على رغبة على رغبات أعضاء جماعة أمية بما يتلقم مع القانون طبعا طبعا وبالتالي ارتأى المجلس إن هو يقبل فيه تواقف وحصل منقشات مننا في اللجنة فيها وتم عرض برضه والمجلس يتناقش فيه يعني لأن زي ما أقول حيكي المنتج اتبعت لأصحاب الحق بعد كده هنبص على اقتراحات والتعديلات الممكن تتعلم لسه فيه فرصة لتعديلات على مواد أخرى موجودة موجودة ما فيش ده ما فيش حاجة يسمعها غير قبل التعديل ده وزي ما ورده حيكي على أنه من قول ده مشروع الليحة بالعكس إحنا يعني بندل الفرصة لنفسنا أن يطلع منتج زي ما قول حيكي يليغ بالنادي الأهل وفي جمعيته الأممية يعني في مجموعة بنود هنا نقطة حق اه لها تعدلت قراريدي ست بنود تعديل في بعض الحاجات المتعلقة بالجهات أو هيئات قضائية في بعض البنود في بند الموجود وضيفة مادة جديدة خاصة بلجنة التظلمات ودي كانت برضو مطار أن يستلبوها تم وضع وتحديد للجزئات وإخصاءات الأدوية من خلال الجمعية بيد الجمعية الأممية صاحبة الحق الأصيل والبند يعني شرحها في التعديل بتفصيل مطلق يعني في بند أسلغة اللي هو الزام المطلقة أو الأرملة عن سداد لسداد نصف قيمة المبلغ المقرر لقبول العدوية الجديدة دي عازلت أوقف عليها شوية وتم تعديل المادة على طول على فكرة بعد المناعشات اللي حصلت وبالرجوع للمشارة المحمود فاهمي أن على طول تم إلغاء الجزئية دي وتم التعديل فيها أنه هو إذا استوفد شروط العدو العام السالف ذكره في المادة وبتحسب العدوية العدوية العاملة ورسم الاشتراق المقرر من تاريخ الزواج واللي بيدفع الهدف الحفاظ على الأسرة المصرية وأنه السيدة والمرأة المصرية العظيم دي في جميع العمانة الأهلي حقوقها محفوظة ومصار يهمني لها حد السداد نصف قيمة المبلغ المقرر دي تلقى بقى سداد الاشتراق السنوي أو المبلغ المقرر المرأة بالنسبة لنا في النادي الأهلي هي الأم والزوجة والأخت بالضبط كده وأكبر دليل إن في نفس المشروع اللايحة الموجود فيه بند اللي هو خاص بتشكيل مجلس الدارة فيه اللي هو جزئية التعيين البندل هو لسه برضو بيوبت فيه يعني ما فيش حاجة نهائية فيه مكتوب فيه يعني مدرك فيه تعيين امرأة هي نفس اللايحة اللي احنا ممكن حد يقول اللي هي حتة اللزام اللزام المطلقة اللي هي كانت مكتوبة في المشروع يعني إن فيها الحاب النساء المطلقة لا بالعكس ده ممكن تتهم بالتمييز بالتمييز النساء طب إذن لي أعمل مداخلة صغيرة هنا يعني رغبة من مجلس الإدارة ومن اللجنة المعدة لهذا المشروع في تعظيم دور المرأة اقترحوا إنه يتم عضوين مجلس إدارة بعد الانتخابات خوفا من إنها لا تمثل في المجلس بالانتخاب بالشكل اللائق إنه يضم عضو بالتعيين عضو عضو عن المرأة بالتعيين لا لا وارث ساعدة يبقى فيها عضوة منتخبة وعضوة معينة يبقى تنين يعني وارث ما هو ده اللي أنا عايزة وصله إنه رغبة في تعظيم دور المرأة محمود الخطيب كان بيقوله أهم من ندوات الانتخابات أنا لو أملك إنه يكون فيه سيدتين في القايمة لنزلة كنت تعمل كده فالحطة دي يعني مزايدة عليها لأ يعني لإنه كل التقدير لعضوات النادي الأهلي السيدة عنها في النادي الأهلي تاجة على العصنة ما فيش أي غبن للكلام ده والمادة دي على طول وتعدلت وزي ما أمنا بقول إن ده كان مشروع يعني بند موجود جوه المشروعين طيب دور اللجنة المركزية الآن أساسي بتعمل إياس ستار وإيه خارطة الطريق اللي حتك بتتكلم عنها إيه يعني الأسابيع والأيام القليلة المقبلة هيحدث بخصوص لائحة النظام الأساسي الأليات اللي موجودة لإنه الغدلاتي إنه إحنا عمليه نستقبل وبيتم حصر يعني بقول حيك مئات من الاختراحات للتعديلات اللي تحصلين فاللجنة ما زالت مستمرة في عمل كويس لغاية قبل إن شاء الله المفروض 9-9 ده آخر معادل إحنا نتلقى ليه 9-9 برضو عشان الناس تبقى عرفة عشان فيه فترة مهلة للجماعية العموية اللي هتنعقد إن شاء الله يوم 28-28 9-9 ده آخر موعد لتلقي المقترحات يعني كل أعضاء الجامعة العمومية ورموز الفكر والمجتمع في مصر وكل محبين النادي الأهلي يقدروا بعد ما يقروا اللايحة اللي عنده أي مقترح يبعثوا بالطريقة اللي تم الألان عنها إلى اللجنة الأدل اللاحة وفي كل وسائل هذه المقترحات كلها بيتم دراستها بقبل اللجنة وتورد على المجلس إذا ارتقى أنها المصلحة العامة فبيتم إقرار 9-9 يبدأ الصياغة النهائية بعد 9-9 يتبدأ الصياغة النهائية لشكل اللايح التي ستطرح على السادة الأعضاء للتصويت عليها 28 ستة عشان كده حددته 9-9 طيب هل هتقابلوا الناس هتشرحوا لهم هتردوا على استفساراتهم يعني دور مجلس الإدارة واللاجنة المركزية من ضمن برضو خارط طريق الموجودة أنه عندك ورش عمل على طول بتنعقد وهتنعقد كتير خلال الفترات الجاية فيها من أعضاء النادي من أعضاء مجالس إدارات والسابقين على مدار تاريخهم الموجودين من المفكرين كله هيشارك في ورش العمل دي برضو عشان نوصل إن لو في أي تعديل لائق بالنادي الأهلي أو أي مقترح يتم الأجزبين الحتة تانية المهمة برضو اللي بدأنا نعملها الفتر اللي فاتت إن بدأنا الإدارة نفسها التنفيذية بدأت تعمل لقاءات مع العاملين بالنادي العاملين وده جزء مهم جدا لأن أنا نهاردة حضرة بمثال مثلا بالاشتراقات أو عضوية يعني أخواتنا في النادي اللي شغالين في النادي المفروض إحنا الفترة برضو اليام الجاية هيحصل نعقاد لنا لقاءات لنا كممثلين لللجنة اللايحة معهم قد يكون عندهم رؤية جديدة لأن هم اللي بيحتاجوا دايما بالأعضاء وبمشاكل الاشتراكات الموجودة والأضوية الحاجة التانية أنا همينها كمجلس إدارة إن كل العاملين بالنادي المنتج برضو الأخير يكون هما مقتنعين به لأنه في النهاية اللي بيقابل العضوية كقدرة تنفيذية يعني أقول زي مشاكل مشاكل للعضويات دي كتير جدا في كل الأندية أنا همين دي الرجل المسؤول عن الاشتراكات في النادي الأهلي أما يجي أحد أما يجي أحد العضاء المخترمين هو بيناقش حاجة يرد عليه رضي مخنى يرد عليه يقوله دي كذا وحلها كذا أو ليه اللي حقالت فيها الكلام ده إنما ما يبقاش وده جزء برضو من مفهوم عائلة الآخ إن احنا كلنا بنتكلم لغة بزر تحت المصالة وبعدين زي ما حضرتك تفضلت إن الإدارة التنفيذية هي الأكثر احتكاكا بالسادة الأعضاء وبالتالي بتبرز بعض القضايا والمشاكل مع التطبيق على الأرض بيكونوا هم أدرى بيها لما بيتم تلافيها أو وضع بنود لحل هذه المشكلات ده في مصلحة النادي الأهل بشكل عام يعني أعضاء وحتى جمهور وعملي حتى الجمهور لم يغفل لأن النادي الأهل وضع مختلف برضو عن معظم الأندي جمهور ينزل سوط لا في اللايحة اللي هي روابط المشجعين روابط المشجعين طبعا وعلى فكر ومن ضمن الاقتحاد نستميلهم كل أعضاء الجمعية ومية والجمهور بيبعث لأن في النهاية هو دي الطبيعة الخاصة للنادي الأهل يعني اللايحة اللايحة ننص على تشكيل روابط آآ آآ في مادة لتشكيل روابط نفسها روابط المشجعين فكندي أهلي لا هو حريص على كل المنظومة نهاية بالزبط كل أهلت الأهل أهلت الأهلت يعني برضو حاجة بنتكلم على حرص المجالس الإدارات على كده من زمان أنا برضو أنا بكلم حاجة داتي تذكرت حاجة ودي كانت سنة 2011 كان أية من المجلس القوم للرياضة اللي كان بيرقصه في حسن صاري مؤتمر يعني كان فيه مؤتمر يتعامل وقتها وكان يعني أعتقد كان اسمه الجامعات العمية بين الواقع والمأمول والنادي الأهلي اللي هو مجلس دارته كان ساعتها كابتن حسن حمدي رأسه ومعها كابتن محمود الخطيب كرئيسا للمكتب التنفيذي قدموا مخترح رؤية جوه المؤتمر ده اللي هو بعض المقترحات بعض المقترحات خاصة لعادة الهيكال الرياضة المصرية بما يتوافق مع المثاق الإلومبي فأنت كان نادي أهلي كالليك ريادة قبل ما القانون نفسه ينص على حتة الرجوع للهياة الدولية والمثاق الإلومبي وكده كان النادي الأهلي نفسه صبق في كلام عنه طيب تأذن يا ستار فيه ثلاث نقاط عايز أناقشهم حضرتك قد يراهم البعض شائكين البند الأهلي الليحة في أحد البنود نصت على أنه الرئيس رئيس مجلس دارة النادي الأهلي لا يترشح لأكثر من دورتي يعني بند التمن سنوات له أربع سنين وأربع سنين البعض شايف أنه ده فيه إجحاف ومصادرة لحق الجماعة العمومية يعني من حق حضرتك أو من حق أي شخص عدد في جماعة عمومية أنه دايما يطرح نفسه على الجماعة العمومية من خلال الترشح والجماعة لها الحق تقرر تنتخبه أو لا تنتخبه لكن دون أن أمنعك من فكرة الترشح البند ده هل جاء لكم مقترحات بشأنه هل فيه تفكير فيه الاستجابة للمقترحات اللي رفضها بس حالك أنا معي نبضة من المقترحات يعني عاز أقول حالك فيه مئات المقترحات موجودة عندنا حاليا ومقسمينها كالجان شغالين عليها يعني هول حالك بعض المقترحات زي ما تفضل حالك فيه بند الرئيس وفيه في البعض بيعتبر أن ده جحف كمان بحق الجمعية الأممية وبحق تعيين تعيين أعضاء ونخرج بره دائرة الثمان سنين لأن في النهاية خلي الجمعية الأممية تقترب لها مطلق الحرية الانتخابية ننتخب من يشير مع أنه في تقدير الخاص يعني بقى هنا كإعلام أنه ربما ده يكون بيعبر تعبير له دلالة خاصة أنه المسؤولين في النادي الأهلي لا يعملوا كعادتهم وكعهد النادي الأهلي طوال هذه السنوات لمصلحا ليس حد يفكر يقعد مرتبط بالكرسي يعني ده حتى رئيس النادي عايز يحط بند فيه أو اللجنة يعني أن هي تقصر الترشح لدورتين فقط يأتي من يأتي هو في النهاية أنها كلنا بنشره بخدمة النادي الأهلي أي حد فينا بيغنب النادي الأهلي له الشرف في خدمة النادي صحيح فده كلنا نحن مجمين عليه يعني وهو تكليف مكلفنا به من أعضاء جميع وميع يعني أنا نحن نقوله فيه حسن نية وفيه أمر ده شيء محمول الحقيقة من مجلس الإدارة يعني هذكر بعد المقترحات زي مقترح اللي هو إعادة النظر في مادة الدورتين للرئيس فيه وديه برضو تعالجت في البنود اللي تم علاجتها مؤخرا فإن حالك لو تذكر في مادة جابة لغة شوية اللي هي معاقبة معاقبة العدو لو فيه جزاءات على لو عدو مخالف لأي حاجة مواقبته خارج اللي هي تقال خارج حدود النادي داخل أو خارج آه داخل أو خارج حدود النادي فالناس قاعد خارج إيه علاقة النادي هو طبعا يعني أعاد سياغتها يعني لسه بيعاد سياغتها تاني اللي هي مشتكات خارج النادي بس عايزة أوضح نقطة اللي كان مقصود بها إيه هو غير الفهم مطلقا آه المادة تعدلت وبيعاد السياغة كمان آه بعد موافق مجلس الإدارة بس ما كانش هو ده البعد لا بعد إن لو حد كتب على السوشيال ميديا أو خلافه أو كلام ده خالص هو كان البعد اللي موجود سياغتها اللي هو لو أنا كعدو في النادي لو حصل أي حاجات مؤجراء مخلة وكان في حكم قضائي آه فبالتالي دي اللي هي تعتبر خارج النادي اللي كان بتؤثر على عضويته في النادي آه زي ما نفس اللايحة اللي هي السرشدية اللي بتربق حاليا اللي هي من ضمن قبولك للعضوية كالعضو النادي اللي يكون حكم عليك في القرية أن يكون متمتع بحسن ده اللي كان مقصود لكن لا مقصود مؤقبة أعضاء محترمين ولا غير وعلى اللي احنا عملين نقولهم أصحاب خارج أصوار النادي اطلاقا خالص ومع ذلك المادة تم تعديلها وبيعادي الصيغة هول حاجة برضو بعض جاء مقترح بخصوص موضوع تعيين العضوين يا سستار أعتقد فيه مقترح بخصوص هذا الأمر برضو البعض بشايف أنه ربما يكون فيه مصادر الحق الجامعة عممية يعني يعني فيه اتجاهات لها ولسه البعض بيطالب مثلا أنه إن تم إن أجازة الجامعة العممية أو وفقت على هذا المقترح فكرة أنه يتم تعيين عضوين في مجلس الإدارة لازم يكون لشروط أقل لها اللي يكون قد قدم نفس الجامعة العممية مثلا ومحق مصادر الحق الجامعة بالحق الأصيل اللي هيدل بيدلو في الجامعة في التصويت على اللي هي جامعة العممية ما هو البس الجامعة العممية أسستاري ما عندهاش خيار هي تقبل اللايحة كلها هي هترفضها كلها لا أنا عايزة أوضع حاجة بس لها النقطة الجزئية بالحطة دي إن في نهاية دا مش لا منتج نهائي حتى في دي المهند دي جاري حاليا نظر فيها قانونيا ورغبات الأعضاء بما يتوافق مع القانون ولسه هيتم الصورة أعلم يعني احنا نتكلم على الجدل الحاصل وبعض المقترحات اللي موجود في مقترح تاني حضرتك كان موجود بالتشكيل المكتب التنفيذ دا يمكن حوالي خمسين مقترح بيتبص عليه يعني الناس عايزة أقول لحيك حاجة شوفي الطموح وأمال أعضاء الجامعة العممية في النادي الأهلي حاجة تفرح في جميع المقترحات بعض الأعضاء يعني البغضة تريد بردو لا ما قدرش أقرر الحداكن دا اللي اقترح دا يصلح أو في كل أبعاده القانونية والتشريعية وخلافه ما قدرش أقرر بها إنما إنه يفرح من ضمن المقترحات إنشاء جامعة باسم النادي الأهلي يعني يشوف الطموح واصل حاجة تفرح فيه نقطة برضو دي عليها جدل من بعض الأعضاء اللي هي حق قدو الشيخ زايد المشاركة في الجامعة العممية كنت لسه بيعامل معاملة المقر على اعتبار أن اللي بيشترك في مدية ناصر بيكون مشترك في النادي الأهلي بشكل عام في الجزيرة لكن لما الشيخ زايد اتعمل هو اتعمل كفرع عضو الفرع ما بتفعشي كل المبلغ المقررة عليه ليحق له حضور الجامعة العممية طبقا للقانون فهل منهم حد القانون بيعطيه الحق أو لاحة الاستشادية في حضور الجامعة العممية والتصويت في السؤال الثالي طيب الأول بس عشان تناول أصدقائنا وأخواتنا وأخواتنا عضواء فرع الشيخ زايد احنا بنقاهم الانتخابات عشان بس أقول ان ما فيش اختلاف في الرؤية بالنسبة لنا اللي قلناها هو ايام الانتخابات هو الموجودولات دلوقتي كنا بنقاهم دائما فيش حاجة أسمعها فرع في تعاملنا مع جميع أعضاء النادي الأهل كلهم النادي الأهل النادي الأهل المتواجد في الشيخ زايد المتواجد في الجزيرة المتواجد في مئة نصف اللي هتواجد في التجمع اللي هتواجد في كل ربوها المنطقة العربية إن شاء الله بفروق إن شاء الله إنما بنتكلم على إيه أن انت لازم في النهاية تتوافق مع إيه لازم يكون احترام لمشروعية الليحة لازم الليحة تتمتع بالمشروعية ما دارش يعمل حاجة فيها أنا مش بقول رأيي أنا محايد بس بقول حقيقة أدم المقترحات دي جات فأنت بتنظر في كل الأراء وفي النهاية اللجنة لا وعندك نصوص ملتزم بيها وقانون ملتزم بيها آه يعني في حكمين صدروا من انتعرف حقيقة القانون إدى اللجنة التسوية والتحكيم القانون جديد أه القانون جديد طبعا المركز المبيل هي البت في أي الليل الشكاوة والحاجات المتعلقة بأعضاء الجماعات العمومية في الآن دي ففي أحد الأندية أحد أعضاء جماعياتها المحترمين طعم في المادة 8 من اللايحة السترشدية اللي بتبطبق عن نادي ده المادة دي اللي هي بتقول عدو الفرع اللي هي المطبقة عندنا حاليا مرضو عدو الفرع الذي تقتصر عدويته على أحد فروع النادي تقتصر عدويته هو الذي تقتصر عدويته على أحد فروع النادي ولا يكون له حق حضور الجماعية العمومية أو الترشح لمجلس الأدارة مركز التسوية والتحكيم والحكم ده كان في أول 2018 سنة دي مركز التسوية والتحكيم باللجنة الألومبية قال وصف نص اللايحة اللي هو بتاع اللايحة السترشدية اللي هي بتدي ما بتديش لحق أو لأحد فروع النادي أو حضور الجماعية العمومية قالت إن النص ده خائم على سنة صحية سواء من الواقع أو القانون وتم رفض الدعوة في نادي آخر أنا يمكن معيها برضو لإن إحنا عملي اللجان لفحص كل طعا أنا بقولك مع الأخذ في اعتبار والاستفادة من التجالب أولا إحنا كعضاء مجلزارة متواجدين باستمرار في فرع الشيخ زايد الشيخ زايد بنعتبره جزء عصيل من عائلة الأهل ده مجلس الدراع أخذ اجتماعين هناك بالزبط كده ووقت كبير جدا كابل خطيب بنزلي عمل كل شغله إنما القصة أنت ما تقدرش تعمل حاجة مخالفة لا للقانون ولا الأحكام القضاء لها كل الاحترام فيه برضو نادي آخر حصل أن أحد أعضاء الجماعية عمية أدم برضو المركز التسوي والتحكيم رفع دعوة على بند معين في اللايحة حكم المركز نفسه تسوي والتحكيم تطرق في حكمه للحتة دي أنا بوكي ريال حضرتها عن ده الحكم نفسه هي أحكامه قضائية سستارة مش كده أحكامه يعني ده هو ده المخول بيقول أنه أضف إلى ما تقدم إنه في حالة إقرار حق أعضاء فرع النادي في حضور اجتماع الجميع العمومية وانتخاب مجلس إدارة النادي والترشح في الانتخابات فإن ذلك يعني إعطاء من لا يملك ما لا يستحق فكيف يتولى عضو الفرع وهو بلا منازعة من طرفي الخصومة وليس عضوا في النادي الرئيسي وليس له أي حق فيه إدارة وتصريف شؤون النادي من خلال حضور اجتماع الجميع العمومية وانتخاب مجلس الإدارة والترشح له ولا يقص في ذلك العضو النادي الرئيسي لذي هو عضو أيضا في الفرع ويتمتع بكافة حقوق في شأن شأن النادي الرئيس يعني ما فيش مجل المقاربة بينهم زي ما النص بيقول عضو النادي الرئيسي بيروح النادي الفرع وبيستفيد منه لكن عضو الفرع ما يقدرش يحضر اجتماع الجميع العمومية ولا يكون لي حق الترشح ولا الانتخاب إلا إذا إيه يا ستار لأنه عدل عضوية وفي ناس عدلت عضوية من خلال ثلاث سنين له الحق أن يكون عنده عضوية النادي كاملة بكل مقراته برضو كرر تاني أعضاء الشيخ زي بالنسبة لي نحن كأعضاء مجزارة لهم كل الحقوق والواجبات الحاجات بس اللي هي متعلقة بين بقانون أو مشروعية اللايحة أو خلافه هذه أو أحكام قضاء ما بنظرش نتكلم فيها لكن احنا بنعتبرهم جزء أصيل من عائلة الآل طبع احنا ممثلين عن أعضاء فرع الشيخ زايد وعن أعضاء الجزيرة وعن أعضاء مية نصر وعن أعضاء أي فرع ستتم افتتاحه ولنا الشرف في كده طيب يبقى الوقت خارطة الطريق بتقول أن تسعة تسعة ستتوقف قبول الاقتراحات لجنة الصياغة تشتغل يتم إعداد اللايحة في شكلها النهائي اللي هيتم عرضها على أعضاء الجامعة العمومية لقرائتها مرة أخرى قبل الانتخابات بثمانة أيام ثم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر من حالة الحراك الرائع والمشاركة العظيمة لأعضاء الجامعة العمومية حراك شايف أنه الأهلوية أعضاء الجامعة العمومية أو أبناء النادي يعني هيتوجهوا لحضور هذه الجامعة السستر وإيه اللي مطلوب منهم في هذا اليوم إن شاء الله أنا على يقين في كده لأن زي أقول حاجة تاني ده حلم الأهلوية على مدار بأن عشرات السنين إن كل النادي الأهلي لقيحة خاصة به أنا على يقين أعضاء الجامعة للنادي الأهلي عندهم من النطجة الحمد لله ومن كل النطج الكافي اللي هم يبقوا حريصين على إعادة حقوقهم يرجع لهم الحق الأصير الحق يرجع لأصحاب لأعضاء الجامعة ومية إن هم يقروا لائحتهم الخاصة به الحاجة التانية اخترت ليه 28 سبتمبر يا سستر من بعض شاف إنه ربما يعني فيه زن أو مش هيكون فيه وقت كافي للإعداد ودعوة الناس وفكرة حثهم على الحضور لا إذا ما قلت حددنا المواقيد بخارطة الطريق معينة بحيث إن في النهاية توصل برضو إن إن شاء الله عما تيجي تعمل الجامعة العمية اللي هي في أواخش أكتوبر إن شاء الله إن أنت تعملها على لايحتك لايحت النجل الأهلي ده هدف تاني مهم ده هدف تاني مهم فكرة إن الجامعة العمية العادية تنعقد في النادي الأهلي في 21 أكتوبر بناء على لايحة النادي الأهلي فكرة إن الأهلي يكون بأبناءه يحكموه يعني هم الذين وضعوا هذا المنتج وهذه اللائحة التي تحكم أو دستورهم ومجلس الأدراب كابتن محمود خطيب مركز على اليوم ده إن شاء الله مندي تعليمات للإدارة التنفيذية إن يكون على أحلى مستوى التنظيم من مداخل المداخل هي تعليمات بس؟ ده بيتابع الحقيقة على عميل محمد برجان ولازم الناس تكون مستريحة وتأجروا جرشات وجوه النفس اللي بيتم حاليا اختار المكان اللائق اللي مش هيسبب أي لتعب ولا إرهاق لأيدو الجامعة العمية يعني يبقى يوم فرحة بلائحة النادي الأهلي لائحة أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي مش لائحة مجالس على فكرة هي لائحة لمجلس الحالي دقة الكابتن محمود الخطيب واهتمامه بالتفاصيل وتوجده في النادي يوميا ومتابعته استراتيجيا لكل حاجة بتتعبه كمجلس إدارة يعني حرصه على راحة أعضاء الجامعية العمومية وعلى تنفيذ خطته وبرنامجه للطموح وسباقه مع الزمن يعني أنا قد تكون شهدتي مجروحة لكن أنا بشوف يعني هذا الرجل يكاد يؤدي عمل أقرب إلى الانتحار من أجل النادي الأهلي يعني ده بيتعبك؟ لا هو حقيق يعني كابتن محمود الخطيب بيؤدي العمل ده وكلنا بإحساس بالتكليف بتاع الجماعية عمي ففي النهاية عندنا سيستم فيه نظام بيحكم النادي الأهلي فهو حتى المجود اللي كابتن محمود الخطيب بيعمله جميل جدا عشان التأكد التأكد من أن فيه نظام صح بيطبق في النادي الأهلي فبالعكس يعني إحنا همنا في النهاية أن النادي الأهلي ياخد دوره الطبيعي اللي هو متواجد على مار السنوات بس يبقى فيه الأهلي المحفوظ للنادي الأهلي في اللوايح عشان فيه مركزين على حدة اللايحة للبلاد الهوائي أنا الأوان ليكون للنادي الأهلي والأعضاء جماعياته العمية اللايحة الخاصة بيهم وهو كل الفرص متاحة للإدلاق بدلوهم في كل المقترحات المفترض أنه فيه ورش عمل ولجان استماع وندوات كل الوقات هتبدأ من الأسبوع متعمدنا على فكرة يعني مفتفين بس باستقبال المقترحات بكتوبة أو عبر البيل هتقلوا الناس وتنقشوهم وتتكلموا معهم كل الوسائل وفي الأكثر هستعجلنا كمان في بعض البنود أنه احنا نعلن أن البنود دي تم اعتماد تعادلها لتحفيز وتشجيع باقي الأعضاء الجماعة يومية أنهما يقدموا مساعدين لكل المقترحات مفيش أي وللتأكيد كمان على أنه أعضاء الهوم الذين يصنعون اللايحة لا مصلحة لمجلس الإدارة ولا لجنة أعداد اللايحة في أنه هذه النصوص أو غيرها يمرر المهم في النهاية التوافق حول المصلحة العامة أكار حيك ثاني التعبير بتاع الفخهات الأساسي للقانون الجماعية هي السلطة المؤسسة يتبع آراءها والمنتج اللي هتطلعها هيبقى فيه سلطات مؤسسة زي حالتنا كده إحنا كأعداء مجلس إدارة سلطات مؤسسة منين الجماعية لهمية هي صاحبة السلطة الرئيسية هي صاحبة الحق الأصيل ملخص كل اللي بيحصل إن الحق الأصيل ده بيرجع لصاحبه الجماعية لهمية إن هي تدلو جدلوها وآراءها ويطلع في الآخر لائحة طاليك بالنادي الأهل إذا كان فيه ناس معارضين أو معطاردين بلاش معارضين على بعض بنود اللائحة عندكوا ساعة صدر تسمعوا لهم وتنقشوهم وتاخدوا بآراءهم ومقترحتهم إذا كانت للمصلحة العامة ده هو حيات تم في التعديلات وبيتم وهيتم خالص لأنه هو وبرضو مفهوم معارضين في النادي الأهل أنا مش معتاربين لو قلت معطاردين اختلاف الرؤى اختلاف الرؤى اللي هو دايما بيانتج عنها طب هو مجلس مهجوع ومجلس زارة النادي لا لا بس دي سنة من سنة للحياة أصوص طارق أنتم ممكن تكونوا مختلفين هو مجلس الإدارة وفي تباين في وجهات النظر لا ده هو عشان يطلع منتك صح هو لازم اختلاف رؤى عشان تطلع منتك صحيح صحيح يعني فكرة الاستثمار حدك قلت حاجة مهمة جدا وكلنا مؤمنين بها وإنه الرياضة وكلت قدم تحديدا أصبحت استثمار وصناعة كبيرة جدا كان فيه يعني تخوف لدى الجماهير ولدى محبين النادي الأهلي من فكرة الشركات اللي هيتم تأسسها وإيه ضمانة سيطارة النادي الأهلي وعائلة الأهلي على ملكية هذه الشركات ليبقى الأهلي مملوك للشعب المصري جمهورا وأعضاء برضو لحفظ حقوق الجماعية الأمومية في هذه الجزئية في لجنة هو بيرأسها وبيقوم على عاطقه معالي الدكتور فريق العودة محافظة بنك المركز الأسبق شغال في القصة دي في بند الاستثمار عشان يطلع برضو ودكتور فريق العودة مشهود له يعني الحمد لله دوله سؤال دوله الوطني لا دقامة قصادية والحمدية والعقلية عظيمة فلحرصنا وفي مادة تحطت وجاري برضو ما درش يقول فيه مواد نهائية غير اللي هو الست مواد اللي هو ومش نهائية كإيه كالسيغة لسه لكن إن احنا بنبادل بنقول للجماعية الأمومية ولكل من يحبين النادي الأهلي لأي تعديل قابل نعدلوني بعد ما فيش حواجز في القصة دي ما فيش ولا فيه أغراض غير النادي الأهلي وغير الجماعية الأمومية فعظيم دور الجماعية الأمومية الجماعية الأمومية هتكون يوم الجمعة 28 سبتمبر إن شاء الله وبالتالي ده موعد إجازة الناس تنزل تقضي يوم رائع في النادي يوم جميع أرسي جوه من الأهلي يعني على مسؤوليتك ومسؤولية مجلس الإدارة إنه هيكون يوم يوم إن شاء الله طبعا طبعا الناس تقضي يوم الانتخابات هو طبعا كان لأزباد كتير وكان إقبال منقطع النظير وهيبقى فيه إقبال منقطع النظير إن شاء الله برضو بس إن شاء الله هيكون فيه ترتيب هيكون أكثر من رائع ومش طعن في أي ترتيبات سابقة على فكرة كل توقيت بيبقى لها ظروفها في الإعداد لا لا نستفيد من التجنب السابق يعني لو مجلس سابق موجود ويجي بيرتب تاني انتخابات هي رتب أحسن هي رتب أحسن من الهاتف لهم كل أبناء النادي الأهلي على فكرة لهم كل الاحترام وكلهم ما بيسعوش غير حاجة يعني مرة كنت أتكلم مع كابتن حون الخطيب على هامش حاجة كده في خطة مجلس الإدارة ورؤيته والبرنامج الانتخابي وأنه أحلامه دي لو تحققت فبقوله يا يا دا أنت تبقى أنجح رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي إنزحك جدا فقال لي يا شريف إحنا بنكمل بعض كل ابن من أبناء النادي الأهلي بيجي يحط طوبة في بناء هذا النادي ولا تجد أبناء النادي الأهلي يعني يتحدثوا عن بعض إلا بكل تقدير واحترام وإعزاز لكل ما قدمه وحاجة داني موجود لغاية دولة الحمد لله هو النادي الأهلي جوه مجلس الإدارة نفس الحكاية فيش حد متنافس مع حد جوه مجلس دانا كله بيكمل بعضه مع زميله في الحاجات اللي في النهاية تعود على النادي الأهلي حتى في اللجنة يعني اللجنة اللايحة نفسها كان فيه زملاء أفاضل معنا موجودين في اللايحة يعني كان فيه طبعا كابتن محمود الخطيب بخبراته كرئيس مكتب تنفيذي لأكثر من عشر سنوات كان متواجد باستمرار في اللجنة في النايب الأستاذ العامري فاروق بخبراته السابقة كوزير وخلافه كان معمل أفاق كتير في الرياضة في مصر متواجد أستاذ إبراهيم الكفراوي بخرباته الرياضية والمصرفية أستاذ محمد جمال الجرحي بخبراته أيضا محمد الجرحي دكتور سعد شلبي بيدل بدلو ماشاء الله يعني قمة في التسويق الرياضي الأستاذ محمد مرجام مدير الإدارة التنفيذي مدير التنفيذي للنادي بيدل بدلو في القصص كعدو جوة اللجنة الأستاذ محمد فاتحي مدير إدارة الشيون القانونية يعني أصد منظور عمل متكامل دي لجنة موجودة وفي نفس الوقت أعضاء مجلس الإدارة اللي هما مش في اللجنة برضو بيدلو بدلوهم وبيسهموا وبيجيوا بيحضر يعني من كل النواحي هو ده مفهوم النادي الأهلي لا في حاجة خاصة وراء القصة دي الهدف زي ما أقول حددك لو حددت سحوط العنوان للقيحة النادي الأهلي وكل خارطة طريق المعمولة هي تعظيم دور الجمعية العمومية للنادي الأهلي وإعادة الحق لأصحاب القيم بقى كمان اللي مجلس الإدارة بيرسخها وأبناء الأهلي بيرسخها يا صدرق أنه مجلس الإدارة واللجنة المركزية للليحة سترسل طبقا لآخر قرار لمجلس الإدارة هذه الليحة لكل أعضاء مجلس الإدارة السابقين في النادي الأهلي ربنا ديهم الصحة اللي موجودين على قائد الحياة لرؤساء النادي الأهلي السابقين هو جاري الكلام ده حاليا إنه يرسل كل الكابتر حسن حمدي ربنا دي له الصحة وطلط العمر المهانس محمود كل أعضاء مجلس الإدارة وهم مدعون للإدلاء ومستفادة من خبراتهم ليحة مجلس دي ليحة النادي الأهلي مش ليحة مجلس معين الحقيقة دي كانت إطلالة عامة يعني رؤية استراتيجية كده في الختام قبل ما أشكر حضرتك فيه في حاجة حضرتك هل تتكلم فيها ستاري أنا فيه إجابة على سؤال أنا ما ترحتوش فيه رسالة حضرتك عايز توجهها في هذا اللقاء الممتع اللي أنا بشكر حضرتك عليه الله يحفظك أستاذ شريف كل برضو اللي أحب أركز عليه تاني اللي هو أنا كعدو جماعة عمية للنادي الأهلي يعني أنا نفسي حضور إن شاء الله وده هيحصل حضور غير مسبوء في الجماعة العمومية عشان الحق يرجع لي يرجع لي كعدو جماعة عمية أنا متأكد من احتكاك بعضاء النادي الأهلي إن هما سيكونوا أحرص الناس وستسابقوا للتوجه يوم 28 سبتمبر الجمعة إلى معقل النادي الأهلي في الجزيرة علشان يصوتوا على هذه اللائحة بإذن الله بعد أن يقوموا بتعدلها وبيعرض مقترحاتهم ووجودها في صغيتها النهائية اللي مفترض أنها بعد 9-9 تخرج إن شاء الله بإذن الله لأن الحقيقة هم دول الأهلوية وهما دول أعضاء الجماعية العمومية والرائع كمان أنه حتى الجمهور بيرسل مقترحات واللجنة بتدرسها وتعرضها على مجلس أي ملحوظات أو أي أقلام لنقاد وخلاف ولهم كل الاحترام باختلاف من يقولهم الرياضي عادي اللجنة عملها ترسل كل الكلام ده أي اختراحات أو أي انتخاذات في أي بنود أو أي تعديلات ممكن تحصل نحن مرحبين بكل الأراء لإصدار منتج يليق بالجماعية العمومية للنادي يبقى إحنا في انتظار الصيغة المثلة لهذه اللائحة بعد صنع أبناء النادي الأهلي ليها وتلقي مقترحات أعضاء الجماعية العمومية ثم التصويت عليها إن شاء الله يوم 28 سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم هذه كانت إطلالة عامة مع السيد الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم اللي كلمنا عن أهمية وضع إليحة للنادي الأهلي عن دور الجماعية العمومية اللي هي السلطة المؤسسة وهي صاحبة الحق والقرار في كل شؤون النادي الأهلي مجلس الإدارة ليس له أي مصلحة إلا المصلحة العامة وإعداد دستور يليق بنادي القرن ويستمر لسنوات طوال يحمي هذا العرين ويحمي هذا الكيان اللي بينتمي له الحقيقة عدد كبير من المصريين أو الأغلبية الكاسحة دون تعصب وبالتالي الآن أعضاء النادي الأهلي وأبنائه مدعوون للاشتباك للحوار للقراءة للتعديل للإقتراحات ثم التوجه إلى معقل نادي الأهلي في الجزيرة يوم 28 سبتمبر لتحقيق النسبة القانونية المطلوبة اللي بتزيد عن 12 ألف عضو 12 وخمسمية 13 ألف أكيد أكيد أنا متأكد وعلى ثقة أنه أعضاء الأهلي هيقدموا ملحمة في هذا اليوم وهيكون لعدد أكبر من كده بكتير إن شاء الله بكرة إن شاء الله هنكون مع حضراتكم ومعنا عضو مجلس الإدارة تحت السن النشيط الأستاذ محمد الجرحي ولنا لقاءات متتابعة بإذن الله وصولا إلى يوم 9 تسعة فاصل والزملاء مستمرون معكم في برنامج الأهلي اللي لا ابقوا معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر